على كلنا التحدث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من واشنطن المدير المساعد في المجلس الأطلسي زاك ستراوش مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا زاك أنا سأعود إلى تقريركم الأخير قلتم بأن تعزيز جهود مكافحة المناخ التغيير المناخي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو ملف ذو أهمية اقتصادية وهو ضرورة للأمن القومي الأمريكي اشرح لي ركزنا في تقريرنا على نعكسات تعزيز جهود مكافحة التغيير المناخي بالولايات المتحدة على الاقتصاد والأمن القومي فكما تعلمين تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر ضخمة بسبب كورونا والآن لدى الولايات المتحدة فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي ونمو الوظائف في القطاعات الخضراء مثل طاقة الرياح وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية بإمكاننا أيضا من خلال هذه الجوانب تعزيز أمننا القومي لأن تداعيات تغيير المناخي من كوارث وما إلى ذلك تؤثر على قدرات الولايات المتحدة وبالإضافة لذلك لدينا اليوم الفرصة لتعزيز قدراتنا التنافسية مع منافسين تقليديين كالصين وروسيا صحيح أننا تخلفنا بالسابق لكننا الآن نمتلك الفرصة للعودة ودعم هذه الجهود الآن بايدن لديه أهداف الوصول للحياد الكربونية بحلول 2050 والوصول لقطاع كهرباء خال من الكربون بحلول 2035 وما علينا فعله هو اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات في هذا المجال طيب بدي أرجع شوي للمعارضة ضد موضوع التحول للطاقة النظيفة موضوع الوظائف بالتحديد يستخدم ضد بايدن بهذا الموضوع ولكن بالعودة إلى التقارير زاك رأيت بأنه نسبة النمو في الوظائف اللي أضافها للاقتصاد الأمريكي في 2019 الجروث ريت كانت الأعلى للوظائف المتعلقة بالسولر والويند باور عليه كيف يمكن تحقيق التوازن المطلوب برأيك حتى يتم الانتقال دون خسائر لوظائف الولايات المتحدة الأمريكية وحل هذه المعضلة لبايدن؟ هذا سؤال مهم دعيني أبدأ من النقطة الأخيرة التي ذكرتها سيكون هناك وظائف ستتأثر بتسارع الخطوات في مجال تحول الطاقة في الولايات المتحدة والعالم كالعاملين في مجال الوقود الأحفوري لكن الشيء الجيد في التحول للطاقة النظيفة هو أنه سيكون هناك مجال كبير لتحويل المهارات مثلا أنا أركز على مجال الطاقة الحرارية الأرضية وهناك تشابه كبير بالأنشطة بين هذه الطاقة ومجال النفط والغاز وبالتالي لدى العاملين بمجال النفط والغاز الفرصة للانتقال بسلاسة نحو العمل بهذا المجال وهذا الأمر ينطبق كذلك على الهيدروجين والتقاط وتخزين الكربون أي أن الوظائف التي قد تفقد من السهل تحويلها إلى مجالة الطاقة النظيفة فالمهارات متشابهة إلى حد كبير أما من جهة خلق الوظائف فالطاقة النظيفة لديها إمكانيات كبيرة لخلق الوظائف إن كان في مجال البنى التحتية لهذه الطاقة أو كفاءة الطاقة واليوم إذا ما مضت خطة بايدا للبنى التحتية للأمام وتم الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة فسنشهد نموا كبيرا بالوظائف خلال هذا العام وفي الواقع شاهدنا بالفعل توجه مجموعة من الشركات الأمريكية نحو هذه الطاقات النظيفة شاهدنا جنرال موتورز وخطتها لتحول في مجال السيارات الكهربائية الحديث ذاته ينتبق على مجال طاقة الرياح البحرية وهنا لا نتحدث فقط عن تشييد توربينات الرياح بل أيضا عن الوظائف في مجال تشييد السفن التي تشيد هذه التوربينات ووظائف تصنيع كذلك وخطوط تحويل الطاقة أي نتحدث عن كمية كبيرة من الوظائف مرتبطة بسلاسل توريد ككل كلام جميل ولكن زاك هناك موضوع مهم آخر قرار تغيير المنظومة منظومة الطاقة التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية ليس بيد الحكومة ولا حتى بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن هو قرار الشركات الشركات العاملة بالنفط والغاز التي تتبع مبدأ السوق الحرة التي أعطاها دستور في الولايات المتحدة الأمريكية يعني هو مش قرار حكومي أو فيدرالي أو حتى لرئيس الجمهورية بالتالي أو لرئيس الدولة بالتالي هناك عمل يجب أن يتم القيام به على مستوى خلق منظومة جديدة لها شركاء حتى يستطيع جو بايدن القيام بما تقوله كيف ومن هؤلاء الشركاء أنا لست خبيراً بالإجراءات والبيروقراطية الحكومية لكن بإمكان القول أنه بعيداً عن الأوامر التنفيذية ينبغي على الكونغرس تمرير تشريعات لتوفير التمويل اللازم ومنح حوافز ضريبية وما إلى ذلك الحكومة الأمريكية بحض ذاتها هي مشتر ضخم وزارة دفاع على سبيل المثال هي مشتر كبير وعبر هذه المشتريات بإمكانها إحذات تغييرات في الأسواق الحكومة الأمريكية لديها أكثر من أربعة ملايين مبنى حكومي وإذا ما أرادت الحكومة فقط تعزيز الكفاءة الكهربائية لهذه الأبنية على سبيل المثال فهذا سيخلق كمية كبيرة من الوظائف وفوق كل ذلك كنا قد شاهدنا دعوة المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ لشركات النفط والغاز لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وفي الواقع نعم لدى هذه الشركات فرص كبيرة سواء من خلال الهيدروجين وتحديدا الهيدروجين الأزرق أو من خلال تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتحديدا في هيوستون المركز الرئيسي لصناعة النفط والغاز والتي تمتلك شبكة واسعة من الأنابيب من الممكن استغلالها في نقل الكربون وبالإضافة لذلك ما ذكرته عن الطاقة الحرارية الأرضية بالتالي يمكن القول أن هناك مصالح مشتركة مع شركات النفط والغاز وجميعنا شهدنا شركات الطاقة الأوروبية والتي أعلنت عن التزامات للحياذ الكربوني وتوجهت للاستثمار في الهيدروجين وتقنيات التقاط وتخزين الكربون المدير المساعد في المجلس الأطلسي زاكس تراوش شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر